الى الان احبائي 5% يقولون انه هزيمة و 95% انتصار فاذا 5% هزيمة و 95% انتصار 1000 صوت انتصار 54 صوت هزيمة على فكرة عاوز اقول انه 2 صح 2 انت مزبوط فعلا هو هزيمة وهو انتصار تخلينا اشرح لك هو هزيمة صاحقة للشيطان الشيطان عمل كل ما اراد انه يعني انه المسيح ما يصل ما يروح للصليب ولكن المسيح مات على الصليب هو انتصار فعلا انتصار وساشرح ليه انتصار خلينا اقول احبائي في عبرانيين اصحاح 2 في اية 14 مكتوب فاذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشتركه ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعطق يعني يحرر اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فاذا المسيح هزم الشيطان ابليس اباد الموت بالموت ثم احبائي يقول الرسول بولوس في كولوسي اصحاح 2 والآية 15 مكتوب اذ جرد الرياسات والسلاطين اشهرهم جهارا ضافرا بهم فيه اي بموت صلب يسوع المسيح على الصليب ففعلا صلب المسيح هزيمة صاحقة للشيطان لكنه انتصار عظيم بالنسبة بالنيابة عنك وانتصار ليسوع المسيح انتصار كمان اليك لانه اصبحنا نسير في موكب النصرة في كل حين مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحب حياتهم حتى الموت وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا من هو الذي يغلب الا الذي يؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله في الصليب كانت هزيمة صاحقة للشيطان في الصليب كان انتصار انتصار عظيم جدا للرب يسوع المسيح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة